قمة بغداد للتعاون الثلاثي تأتي في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاثة الثابقة وتقييم تطور في مختلف مجالة التعاون ومتابعة المشروعات الجارية تنفيذها كما تشهد القمة دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاثة الشقيقة بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بينها حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي إمكانات يتيحها التواصل الجغرافي ومصالح استراتيجية مشتركة وروابط تاريخية واكتماعية تجمع الشعوب الثلاثة مقومات بنيت عليها آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن والتي دشنها قادة الدول الثلاث من القاهرة في الرابع والعشرين من مارس عام 2019 ففي ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة ويواجهها الأمن القومي العربي أكد قادة مصر والأردن والعراق أهمية العمل على تعزيز مستوى التنصيق بين الدول الثلاث وتطوير التعاون بينهم في مختلف المجالات تكامل عربي يرتكز على عدة محاور فعلى الصعيد السياسي تؤكد الدول الثلاث عزمهم على التنصيق الاستراتيجي والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجهها وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما فيها إقامة دولته على طرابه الوطني وعاصمتها الكدس الشرقية إلى جانب الاتفاق على ضرورة الحل السياسي للأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها هذا بالإضافة إلى دعم حق مصر في مياه النيل وأمنها المائية وكذلك حماية العراق من أي خلافات إقليمية أو تهديدات كما تتفق مصر والأردن والعراق على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية وعلى الصعيد الاقتصادية اتفقت مصر والأردن والعراق على تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار بالإضافة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة تحالف تكاملي بين الدول الثلاثة يضمن لمصر الاستفادة من تصدير الكهرباء إلى الأردن والعراق بعد تحقيقها فائض في إنتاج الكهرباء وفي إطار خطتها للتحول لمركز إقليمي للطاقة كما يطيح لمصر تنويع واردتها من النفط وفي هذا الإطار يحقق المشروع للعراق جزءا من احتياجاته من الكهرباء عن طريق مصر ويفتح الباب لتدفق الاستثمارات المصرية في قطاعات المتنوعة بالعراق ونقل خبرات مصر والأردن إلى القطاع الخاص العراقي كما يمثل مشروع الشام الجديد أهمية للأردن بما يجعله مركزا لوجستيا إقليميا لتبادل النفط والكهرباء والبضائع إذن هو مثلث عربي ينشد التكامل من أجل تحقيق مصالح شعوبه في الاستقرار والازدهار وبناء علاقات دولية متوازنة